موسيقى عسام فارس وجه مصري جديد يلمع أو بدأ يجد طريقه إلى هوليوود وإحنا بنعد المصريين يعني بنشوف رامي مالك ومينة مسعود ونتمنى أنه عسام فارس يكون بنفس النجومية وزي ما شفته ابتدى يعني أدوار تكبر شوية 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 وآخر دور رف وورفير على ناتفلكس عسام موجود في مصر اليوميندو الأجازة أهلا بك يا عسام يا أهلا بك يا أستاذ راميس يعني فكرة هوليوود ده حلم الناس كتير جدا الحلم كان صعب؟ كان صعب مش هجزب عليك كان صعب صعب جدا كمان عايز صبر وعايز مصابرة وعايز يعني حب لازم أكون أنا حابب أن أعمل كده عشان أستمر لأن فيه يعني عقبات كنت رايح أمريكا من عشرين سنة كنت رايح أمريكا أجازة كنت رايح أجازة كنت في كلية تجارة انجليزية وكان أيامية كان كل طلبة أصحابي في هندازة وفي صعيدانة وطب كله عايز يروح أمريكا في الصيف تلات شهور ويرجعوا يشتعلوا شوية يتفصحوا شوية يجيوا شوية لبس بعد كده وأنا هناك عرفت أن أنا ساعدت في كلية ساعدت في الجاعة في كلية فكان قرار صعب ده كان أول قرار بصراحة أخده وأنا في سنة صغيرة أن هل ممكن أعود أمد الفيزا وأفضل قاعد في أمريكا فترة كمان أمي مرحبتش بالفكرة دي على فكرة هابت سلم عليك قوي أنا بقدم لها تحية لا أنا وعدها بكده ابن سلم عليك بيحبك جدا شكرك ومشكرك أنت مسكندرية مش كده مسكندرية أهل مسكندرية عظام يا ربنا يخليكي فأنت هناك خدت قرار أنك هتمد الفيزا أبويا شجعني أن أنا قال لي ده قرارك أنت عاسته أعد أعد هو برضو كان قوات خاصة في البحرية أمر الرئيس يروح لعبد الناصر يعني عارفة الرجل رياضي سول عمره دائما يخدنا على البحر ونجري وينط ويسيبنا بنجري هو ينط 2-3 كيلو في عز يناير فأبويا عود فينا دائما الاعتماد عن النفس والرياضة والتغذية واضح واضح أن أنت رياضي يا ربنا يخليك يا أم عملت إيه بقى علشان توصل لحلم التمثيل كان موجود الحلم من زمان؟ كان دائما عندي الشعب لأن برضو أبويا كان بيخلنا على طول أفلام في سينما أمير ومترو وإحنا صغرين فحبيت الأفلام الأمريكية جدا يعني بحب الأفلام وبندمج معاها وبعيش القصة يعني بتخرجي من السينما كأنني كنت شبعتي كده أكلتي أكلة حلوة قوي وغزيتي الجهاز اللي جوا ده كله فكان عندي الشغف وأنا 23 سنة قلت أنا عايز أدرس تمثيل رحت الأكدامية لقيتها غالية جدا فقلت أنا ما ندفعش الوقت يا أستنى شوية أدرس أشتغل ده في أمريكا ده في أمريكا اه واشتغلت بقى يعني شرونات كتير جدا اشتغلت إيه بقى يا عصول اشتغلت أول حاجة اشتغلت كشير اشتغلت اشتغلت ديلي من اشتغلت ديلي بيزا في دومانوز بعد كي بقيت مدير المحل لفترة دومانوز بيزا بردو تنى السنين اشتغلت في ريستورانس اشتغلت في كنت ببيع خطوط انترنت دي رسالة مهمة جدا للشباب انك عشان يعني اصام كان عايز يحوش فلوس عشان يعمل حلمه يحقق حلمه انه هو يدخل أكاديمية التمثيل اللي هي غالية جدا في أمريكا غالية جدا وعشان ألقل كمان هاليوود انا كنت في نيويورك فالمسافة أصلا ونقل وكده كاليفورنيا غالية جدا يعني كولاية وحياة فاشتغلت كتير حاجات كتير يعني اشتغلت مترجم فترة ثلاث سنين انجليزي عربي عربي انجليزي اشتغلت ببيع عربيات اشتغلت فترة في بيع العربيات وعندي طبعا أصحابي هناك كتير ساعدوني جدا يعني مهم جدا انها هتبع عنده صحاب مصريين وعرب جدعان بيوفوا معاك يعني والحمد لله وفقت في كده يعني ودخلت ودرست يعني حوشت فلوس ودخلت ودرست وحوشت فلوس ودخلت ودرست في 2013 2013 2012 2012 خدت بريك كده جيت عادت في مصر كانت أميات عملية فعادت كده فترة في مصر عشت معنا ألطف اه اه كانت فترة يعني فارج علينا كل يوم بس برغم كده مصر أنا فعلا يعني اتحرمت منها سنين طويلة أنا خبطت عشر سنين مرة واحدة في أمريكا فلما رجعت تلاتين سنة كانت كات ما كاتش سهلة فأقول تعود شوية بقى استمتعت جدا برغم كل اللي فيها واصحابي انت زي عاد يا عم عندك بديجي أنا مرتاح مبسوط يعني هي فعلا مش فيها حاجة حلوة هي فيها حاجات حلوة والله العظي هي حاجات حلوة بأمانة وحياة ربنا يعني والحمد لله يعني أنا يعني حسس بفرق كبير من 2012 لما راحل جيت 2016 مهرجان اسكندرية كان لها فيلم هناك 2018 كان لها فيلم تاني Fireflies خرج الأستاذ رعوف زاكي مصري أمريكي على فكرة برضو فيلم جميل جدا فيلم صامت و2020 ما جيت شفت مصر مرت بمراحل بصراحة الرئيس سيسي والحكومة Online Hour بأمانة يعني فعلا انت حاسس اللي فيه تغيير تغيير رهيب اللي جوه غير اللي بره تغيير رهيب لا لا والله مش انا مش بقول اي مش بقول كم عشان خطر اجمل حد لا انا شايف الفرق اخويا مصطفى اول ما جيت قاعد فرجني على كل الفيديوهات المدن الجديدة اللي في مصر جانب كل مدينة في مدينة تانية اختها الصغيرة كده حاجة منتها الجمال انا كان حلم عمري يعني عايش في اميكا وغيران على بلدي ان انا مصر كنت مفروض تبقى اعلى من امريكا وام اوروبا يعني لاني كانت كده زمان فعلا اهي كانت اول حضارة في العالم وكلمة مصر للامريكان او الاوروبيين بتتقال دي يقول لي انا اتسان ماي باكت بلست انا عايز اروح مصر رقم واحد في الليست قال لك كل واحد ارسانك في امريكا عنده لست عشر حاجات مصر رقم واحد ما يعني اقولك تسعي في المهم اللي قابلتهم في امريكا حلم عندهم بيذكروا في التاريخ عندهم فحفظنا كويس جدا يعني انا سعيدة ان دي اهو دي ده رؤية شاب مصري جاي من هاليوود حيث البريق كله جاي شايفنا بشكل مختلف انا سعيدة جدا انت شايفنا بالشكل لا لا انا اللي اسعد والله انا مبسوط جدا وفخور جدا ومستني ومحاسس ان هي خلال كام سنة هتبقى في حتة تانية خالص وها احلى من اوروبا واحلى 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 وخطوة خطوة ان شاء الله هتزبت يعني هنخرج فاصل وبعد الفاصل ده الجزء الاولاني الرحلة الصعبة ودخل الاكاديمية تمثيل ازاي فاصل ونرجع نكمل مع صان فارس يا الله دي صان فارس وجه جديد يقتحم عالم هوليوود وزاي ما قلت لكم عندنا رمي مالك وعندنا مينة مسعود وطبعا كان العظيم عمر الشريف هل شايف ان عمر الشريف نموذج بالنسبة لك نموذج ده بقولك يعني في حتة الوحدة خالص عمر الشريف يعني يعني ما شاء الله يعني هو مدي المصر الصمع برا ما عنديكش فكرة تقولي لأي حد عمر الشريف يعني هو كان سفير لمصر لفترة طويلة جدا وده بيخلي أي يعني انا في رأيي حد مصري موجود برا مصر لازم يبقى نفس واخد نفس الحزل عمر الشريف كان واخده لأن بتبقى مسؤولية على الواحد طبعا احكي لي بقى قصة هوليوود يعني انت خلصت الأكاديمية ابتديت بقى ايه دور صغير احكي لي كنت رايحة تعمل كمبارس وبعدين فجأة خدت خد سطر خد 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 نهاية 2013 لما خلصت الأكاديمية فهعمل يعني ما هلازم تبتلي في حاجة فقالوا أحسن حاجة اللي هو الكمبارس فيه شركة كبيرة هناك بيعملوا باكراوند فالحصن الحاصل أول حاجة ليا كنت أعملها عايزين حد شبه زوره عشان هامل دور بايرت شعر طويل وكان شعري طويل في الفترة دي كورصان اه كورصان فكان شعري طويل وكان محتاجين حد يعني نفس الشكل اللي هم عايزينه عايزينه فالمهم روحت وكان ما كنت في دامنوز بيتزا كان في عندنا سبونة كل ما تخش أين هو زورو؟ أريد زورو لأي بيتزا أريد زورو لأي بيتزا فشبه زورو عشان شبه زورو عشان شعري كان طويل فالمهم أنا حتى ما عاريت في فتاكرت الحوار ده فما قدمت سبحان الله قالوا يهي تعالى بايرامونت ستوديوز روحت قبلت لبست اللبس بتاع البايرت انا ما عرفش عشان هعمل إيه لسه كل ده فالمخرج راب شريب جي بصلي كده قال لي ها ندينه السطرين اه السطرين بتوعه هناك تاخدي سطر واحد من حقك تقدمي في لقابة التمثيل ساج بتبقي عوضو في لقابة التمثيل فسطرين تقدم مرتين يعني يعني لازل واحد يكون جاهز طبعا يعني أنا متخيل الموضوع حصل بسرعة عارفة زي سفر لأمريكا برضو حصل بسرعة جدا وبعد السطرين دول خلاص بعد السطرين دول يعني خلاص بقى لازم اجيب ايجنت او مانجر عشان خاطر الايجنت او مانجر ده الحلقة اللي في النص بيني وبين الكاستنج دول بيعملوا بيعملوا الممثل هناك اه والكاستنج لو عجبهم الشكل عجبهم لو فيه فوريج مجبوعة مشاهد ليكي بيقول ليك تعالي هتعمل قصة الاوديشن دي شرح لنا الاوديشن ده عمل ازاي الاوديشن بهناك هو يعني الساعة عشر الصبح الكاستنج ديركتور بنزل الدور تمام الاجنت كلهم في هاليوود بيشوف الدور ده ده مناسب لعصام ده مناسب لمايك ده مناسب لديفيد مش عارفه فبيعملوا سبميشن للكاستنج ديركتور بييجي الكاستن ديركتور بيبص بيلاقي 3000 4000 سبميشن بيختار منهم 40 ماكسمم 45 مثلا وبيختاروا الـ 45 طبعا بيتيجي لأوديشن ورقتين ثلاثة وتحفظيهم وتمثلهم بتبعتولهم إن شاء الله على فيديو ممكن تبعتين سيلف تيب أو قبل كورونا كنا منضح فاكس ستوديوز يونيفرسل أي ستوديوزناك بس بعدك من بساعة كورونا كله بقى سيلف تيب كله بقى فأنت هنا في مصر بتعمل اوديشن آه لسه عامل أخويا الإسلام كترخينا كسرم زبطني في سات وراء بعض ثلاثة في ثلاثة وأول مبارح منهم كان دور الكاستنج عجبهم جدا أنا هو عصام ده منين من الـ background بتاعه منين الـ roots بتاعه منين عشان هنعملوه match مع الأخ بتاعه في المسلسل هو مسلسل كبير هناك بس مش عايز أحرقه بس ربنا سهل وتاجر مخدرات تاجر مخدرات يعني مش عايز أقول شكلك تاجر مخدرات يعني ماشي لا 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 إن شاء الله نفسك فيه حب تحلم بي يا صب يعني أحب أحلم إن أنا أخذ أعمل أفلام تيش تبقى تتشاف مرة واثنين وتلاتة واربعة وتسيب مارك مش إن أنا أزهر وخلاص بتمنى طبعا دي الأمنات الخاصة بالنسبة لي طبعا تمنى أهلي يكونوا في أحسن صحة وأحسن حال أمي وأبويا وأخواتي وصحابي وحبي كتير ليساعدوني وهم كتير جدا هم عارفين هم مين عايز توصل فين نفسك مين مسلك الأعلى في التمثيل هنا أو هناك في التمثيل هنا أو هناك يعني هناك أنا بحب جدا دانزل واشنطن بحب بحب الناس اللي هي بتالت من الصفر دي وطلعت ووصلت للكمة هناك جين هاكمان بحب الناس فيه دانيال داي لويس ترزبي فيها تنوع باستمرار وأنا بحب كده عشان ما يحصلش حالة ملل أنا وقت خلص أنا عايزك تقول لي حاجة سريعا تلسمك الجاي الفيلم الجاي الحرب الشارسة هو ثلاث أفلام ثلاثية نزلوا على أورادي في أمريكا على نتفلكس منهم كان واحد ترند لمدة عشر تيام وإن شاء الله هينزلوا في مصر هنا في الصيف وأنا بلعب المين فيلن أو الكيرو شري الأعام يا شري حسب ما الناس هتشوف أنا مش هزح القصة برضو بس كان دور كبير وكان أكبر الأدوار اللي خدتها الحمد لله بعد عملت حوالي خمسة أو عشرين دور هناك وده يعتبر أكبرهم من المساحة كمية ورقة حفظ فحفظ مش بروح أي كلام ونعرف أن في احتمال تتمل حاجة في مصر كمان إن شاء الله تعابلت مع السينريست والله هكذا السلمائي أحمد البشري وإن شاء الله هتري أعرفي مع المخرج وليد السباعي حاجة سايكو دراما ومختلف وإن شاء الله نقابلك تاني وتكون بقى بعيدة نجم كبير ونكلم الإجنط عشان نام معك الانتروفيو خلاص أنا تحت عمرك إن شاء الله مش شي جدر وإلف شكرة حسام فارس بشكرك شكرا جزيلا نجم حاول تعب اكتهد اشتغل شغل عشان عنده حلم عايزي حققه وإن شاء الله اتدهه في أول الطريق لتحقيق الحلم بشكرك بشكرك وبشكرك مع عزيزي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة بشك كل مشاهدينك هتاب البكرة إن شاء الله وبشكر والدة عصام كمان هتاب البكرة هتاب البكرة هتاب البكرة بشي جد